تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت في جميع الدوريات الكبرى في أوروبا ما قدر فريقي حقق العلام الكامل بعد ثمن جولات إلا نابولي يعني لا بايرم يونيخ الكاسح ولا كبار إنجلترا ولا باريس سان جيرمان رغم كل هالنجوم فكيف قدر نابولي يعمل شيء ما عمله حدا فيها الانطلاق الصاروخية والسؤال الثاني لحن جاوب عليه بهاي الحلقة هل يستطيع الحفاظ عليها فعلا والتتويج باللقاب لو سألت كيف حيعطوك كثير ناس السبب الأول مباشرة لوتشيانو إسبالتي فهناك إجماع في وسائل الإعلام الإيطالية إنه خبرة هذا المدرب ساعدته كثير بتنظيم صفوف نابولي سريعا وإخراج أفضل ما لدى اللاعبين بشكل فوري خبرة سبالتي في الدور الإيطالي للعلم كبير كثير يتكلم عن 491 مباراة في الكالتشو فقط وهذا رقم كبير جدا لما نعرف إنه معظم جاء مع فرق طموحة مثل روما والإنتر وربما أوضح ما قيل عن دور سبالتي جاء من المدافع رحماني اللي قال الفضل يعود للوتشيانو لعمله نحن نتبعه فقط نعمل معا نحن أكثر اتحادا بوجود سبالتي ولكن هناك شيء مهم فعلها المدرب كثير فرق مع قصة نجاح نابولي بتعلق بالتنظيم الدفاعي بشكل عام كفريق هذا الفريق أقوى دفاع بالدوري حتى الآن متلقي ثلاث أهداف فقط كثير فرق معاه بخط الوسط استقدام الكاميروني أندري أنجويزة فعمل توازن مهم في خط الوسط وطور النواحي الدفاعي بشكل واضح لخط الوسط والفريق ككل وخف في الضغط عن فابيان رويز في مسألة الهجوم والإبداع أكثر وقبل أسابيع سأله سبالتي عن أندريه فكان جوابه أرجوكم ما تحكوا عنه كثير أريده أن يبقى مخفيا هذه الأيام هو لاعب يفعل كل شيء في خط الوسط لاعب من مستوى عالي يملك شخصية احترافية ومناسبة لغرفة تغيير الملامس وكمان في المسألة الدفاعية هناك دور رحماني اللي تطور كثير وأصبح لاعب أساسي بجانب كوليبالي وعم بيقدم مباريات ممتاز كثير بتخلي سبالتي على حق بأنه يخليه يلعب دور أكبر هالتغييرات الدفاعية بالإضافة لوضوح رغبة الفريق بالتضحية تماما في أرض الملعب من دون كرة جعلتهم أقوى فريق دفاعيا في إيطاليا وفي الهجوم هناك تطور مذهل مع لاعب اسمه فيكتور أوسمين أكيد جميعكم بلشته تعرفوه من ناحية شخصيته وناحية التركيز ودوره التكتيكي أيضا اللاعب يقال أنه أول من يحضر تدريبات لنابولي منذ وصول سبالتي للفريق والآن هو في الملعب مستعد يتحرك 90 دقيقة يحاول باستمرار حتى يسجل حتى الآن سجل خمس أهداف معظمها قادت لنقاط ثلاثة مباشرة هو بالتأكيد من أهم أسباب تطور نابولي الهجومية لذلك بلشنا نسمع أنه أندي كبرى بتخطط تتعاقد معه في صيف 22 دور أوسمين اتطور بسبب توظيفه أكثر كمهاجم صريح يبحث عنه الفريق من أجل الأهداف فهناك إحصائيات بتقول ارتفعت لمساته ودسديداته بنسبة 25% عن الموسم الماضي يعني دخوله بأجوار اللقاء ودوره بأحداث المباريات أصبح أكبر الروح على السؤال الثاني هل يستطيع نابولي الاستمرار في هاي البداية النارية؟ على الورق فنيا يبدو نابولي فريق قادر ينافس على اللقب أيضا الأسماء اللي عنده بتخولوا لذلك لكن هناك جانبين بيخلوا الناس يترددوا بالتفاؤل وهم الجانب الأول أنه نابولي وسبلتي مع بعض اعتادوا الاثنين على البدايات القوية ثم التراجع التدريجي يعني الاثنين في دمهم مسألة غياب طول النفس فالخوف يتكرر من هالسيناريو محهم هالمرة مجتمعين في نفس المكان لكن هناك سبب آخر بيخلي التفاؤل محدود حتى اللحظة أو خليني أكون دقيق وأقول مشروط بدل محدود فنابولي حتى الآن في الدوري ما واجه أي فريق قوي باستثناء يوبنتوس وحتى اليوفي لما واجهه كان في أسوأ حالاته وكان بمر بفترة صعبة ويا دوب نابولي هزمه وبالتالي قلت الحكم مشروط حتى يبدأ نابولي المواجهات الصعبة ونشوفه يعاني وربما حتى يخسر ونشوف ردة فعله الذهنية والبدنية في أرض الملعب بعد هذه الخسارة لنعرف قدرته على العودة من بعد ذلك والاستمرار إنه يفوز بالدوري ولا لا حكولي رأيكم هل انطلاقة نابولي هذه الرائعة ستستمر ويتدوج ولا لا اشتركوا في القناة